موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح اليوم الأربعة ستة أب من قبل ياس مئات العائلات العرسلية النازحة خوفا من هجمات الإرهيبيين أما من الرميلة فنشاط سنوى بيعيد تأليد وعادة شرب المتة كتاب جديد مع زميلتنا مريم الحجبي فقرطة بالإضافة لتقاريرنا المنوعة تجوفنا لليوم هنميرا قصرجي المسؤولة الإعلامية للطائفة الكلدينية لنحكي عن الحملة لإغاثة اللاجئين العراقيين وبوب سميحة مؤسس مهرجين كابريولي لنحكي عن نقلة هالمهرجين لمدينة بيبلوس البداية بتكون مع أحوال الطاقس والأستاذ محمد غازي صباح الخير صباح النور يأتيك العافية أهلا وسهلا عافيك كيف رح يكفي طاقسنا لليوم الطاقس بيعي صيفي ورطي بسيطرة على الحوض الشريلة المتوسط نعم لليوم الأربعة التأس غائم جزيا في رياح ناشطة أحيانا ضباب على المرتفعات والحرارة بتبقى مثل ما هي لليوم الخميس كمان غائم جزيا ضباب على المرتفعات في ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على جبال وعا الساحل بتضل مثل ما هي الحرارة نعم إذا بدنا نعمل جولة على أدنى درجات الحرارة وأقصاها على الساحل من خمسة وعشرين لتلاتة وثلاثين فوق جبال ثمنتاش ستة وعشرين بالأرز أربعتاش تنين وعشرين وبالداخل من تستطاش لتنين وثلاثين نعم نحن بدنا نشترك أستاذ غازين نتمنى لك نهار حلو أهلا وسهلا فيك صباح الخير جوال صباح الخير لي لألك للمشاهدين طبعا من بعد جولتنا على أحوال التأس جولة على أبرز عنوين صحف يلي توزعت اليوم بين غزة وما يجري في عرسل اذا اليوم الأربعة ستة آب 2014 وفي النهار اليوم الجيش يحظى بغطاء دولي لمكافحة الإرهاب السلاح الأمريكي وصل والهدنة نهارت ليلا 14 أذار حملت حزب الله مسئولية ودعت إلى إقفال الحدود بالاتجاهين أهواجئ المعركة ضد الإرهابيين والتكفيريين مستمرة وضمن أسرار الآلهة سيحتدم الجدل في الأيام المقبلة حول مشاركة حزب الله في الحرب السورية وثم التوجه للطلب إلى مجلس الأمن إدانة هذه المشاركة قال وزير في مجلس خاص أن السياسيين مواردنا يفيدون من المعارك الدائرة في عرسل لحرق أوراق أحد المرشحين الرئاسيين تذكر وزير سابق دور النظام السوري في مد الجيش بالذخائر أثناء معارك نهر البارد لوحظ غياب أي ممثل لحزب التشناق عن الإعلام منذ مدة وعدم تسجيل الحزب مواقف سياسية وختيما يغيب مرجع ديني عن أحد الاحتفالات بعدما كان أعلن عن مشاركته شخصيا في وقت سابق من النهار جولتنا بالتابع مع عنوين صحيفة السفير كتاب مفتوح إلى رئيس سعد الحريري عودتك عبر بوابة عرسال ضرورة لحماية لبنان جلجلة عرسال في يومها الرابع الشيخ عطوي مقاوم بالفطرة اجتماع اللجنة المؤشر اختبار نيات بين طرفي الإنتاج وأيضا في السفير سمود غزة يوقف الحرب والمعركة تنتقل إلى القاهرة إسرائيل تتخبط بالخلافات ودماء الفلسطينيين تطارد قادتها العراق داعش يتلقى ضربات موجعة من بعد السفير عنوين الحياة وأبرز هدنة إنسانية 24 ساعة في عرسال تمهد الانسحاب المسلحين خادم الحرمين الشريفين يؤكد دعمه المؤسسة العسكرية وإدانته الأعمال البعيدة من قيم الإسلام الحياة تدب في غزة مجددا بعد التهدئة مفاوضات في القاهرة لوقف نار دائم وتحرك ناروجي لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار انتخابات رئاسة البرلمان الليبي تضعف الإسلاميين والفيدراليين القوات الكردية تخوض معركة وجود والنزحون يموتون جوعا وعطشا إيران تخلت عن المالك وتبحث عن بديل المعارضة تقصف بالصواريخ مقرات حكومية في دمشق وختيما في الحياة المعارضة التركية تستبق انتخابات الرئاسة بهواجز تزوير موجة ثانية من الاعتقالات وأردوغان يعتبرها مجرد بداية في عنوين صحيفة المستقبل خادم الحرمين يعلن تسريع تسليح الجيش الحريري يجدد دعمه الحاسم للمؤسسة العسكرية و14 أذار تطالب بتمديد 17-01 بقاعا وبصورة الرئيسية دبابتين للجيش عم بيدخلوا إلى عرسال مذارح شهداء القطاع قرابة 1900 والخسائر بين 4 و 6 مليارات دولار هدنة غزة تصمد وتكرس وساطة مصر رسالة من هاني فحص إلى حزب الله كنتم تأنفون سماع اسم الخميني الجعفري يجرب حظه بالترشح لرئاسة الوزراء بعد زيارة طهران مسؤول إيراني نبحث عن بديل للمالكي موقعة عرسال الأنماط القتالية الجهادية 3 كارثة إنسانية تضرب عرسال انخفاض مؤشر القطاع الخاص لأدنى مستوى في 4 أشهر وبختم مع مقال اليوم بالمستقبل بعنوان جندي أفغاني يقتل جنرالا أمريكيا بصحيفة العنوار سلام أعلن وقفا لإطلاق النار في عرسال خريقة ليلا وفي عنوان أخرى باريس تتجاوب مع طلب أهوجي الإسراع في تزويد الجيش بالسلاح موقع إلكتروني مصري كلينتون كشفت دور واشنطن في تأسيس تنظيم داعش انسحب الإسرائيليون وتركوا دمارا هائلا في غزة وبقلم المحلل السياسي نيران معارك عرسال هل تضع انتخابات الرئاسة على نار حامية؟ السياسي يطلق العمل بحفر قناة سويس جديدة رسالة سعودية إلى قطر تحدد شهرا لتنفيذ الاتفاق وبالأخبار الاقتصادية تقرير دولي 2.2 مليار فقير في العالم وبختم لأنوار مع مقالة رفيق خوري وعنوانا ما قبل معركة عرسال ما بعد حرب المنطقة ومن الأنوار إلى اللواء عقد طارئة تهدد وقف النار في عرسال باريس مستعدة لتسريع الأسلحة و14 أذار تطالب بقوات دولية شرقا عرسال الحل سياسي أم عسكري هدنة غزة المنكوبة تفضحها مجية إسرائيل الاحتلال ينسحب من القطاع ومشروع عربي أمام مجلس الأمن لرفع الحصار عمليات الجيش الاستباقية أفشلت العديد من المخططات الإرهابية متى تبدأ خطة مواجهة التسول في صيدة بغداد تشيد بخطاب الملك عبد الله تهران تبحث عن بديل للمالكي 64 قتيلا في غارات النظام على دومة وكفر بطنة الصواريخ ثوار تصيب القصر الجمهوري في دمشق وختاما التريث بالإقراض بين المصارف ومؤسسة الإسكان من بعد اللواء عنوين البلد الجيش يتمسك بإطلاق جميع العسكريين هدنة تختبر الحل إسرائيل تسحب قواتها وهدنة بوساطة مصرية هزات عرسال الارتتادية تصيب طرابلس خطة طوارئ للمدنيين في عرسال تنتظر الهدنة الجنوب يواكب معارك عرسال بإجراءات حذرة البشمركة تتقدم في الموصل وبختم مع صورة رئيسية لتعزيزات عسكرية عم تتجه إلى مدخل عرسال حيث استكمل للجيش اللبنان مبارح التصدي للمسلحين الإرهابيين ومن بعد البلد الصحف بديليستار وبترجمة إلى عنوين اليوم انهيار الهدنة في عرسال والجيش يصل تحت النار الملك السعودي يحث على الإسراء في وصول المساعدات بينما عدد شهداء الجيش يصل إلى الستة عشر وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والآن مرحلة إجراء محادثة وختاما إيران تسعى إلى بدين عن المالك للحفاظ على تماسك العراق ومن ديليستار إلى لوريان لجور وعنوين اليوم تأخر مساعدات الجيش من دون شك عمولة بقيمة 500 مليون دولار إنها مسألة منع الاتفاق الفرنسي السعودي من أن يتحقق الخلافات بين داعش والنصرة أدوا إلى انهيار الوسطات وختاما عرسال مدينة أشباح لدرجة أن لا أحد يتجرأ على الهرب حتى من القذائف الماطرة جولتنا بالتابع مع الشرق الحريري دعمنا للجيش حاسم ونحن ظاهره القوي القيادة وافقت على هدنة إنسانية لأربعة وعشرين ساعة أيضا في الشرق غزة إسرائيل تنسحب بعد ألف تسعمائة شهيد وعشرة ألاف جريح استقالة وزيرة بريطانية احتجاجا على سياسة حكومتها إزاء غزة أحداث عرسال ضربت ما تبقى من السياحة وبختم مع الصورة الرئيسية لقوة للجيش بمنطقة عرسال وبعنوان قياداته 14 أذار إطلاق العسكريين وإخلاء المسلحين عرسال فورا من الشرق إلى الشرق الأوسط المفاوضات الثلاثية بالقاهرة تفتح الباب لحل شامل مصادر مصرية لشرق الأوسط الرعاة الدوليون يتابعون على مدار الساعة وسيحضرون في اللحظة الحاسمة السفير السعودي لشرق الأوسط قمنا بدورنا في موضوع تسليح الجيش مشروع حل لإرسال مع هدنة 24 ساعة البشمرك تفتح جبهات قتال جديدة مع داعش تهران تبحث عن بديل للمالكي ودولة القانون تستشهد بمراجع إيرانية وختاما أسيسي يدشن مشروعا يسمح بازدواجية الملاحة في قناة السويس جورتنا بالتابع مع الأخبار وبعنوان الرئيس عرسال الإخلاء أو المعركة الشاملة البطير الكراعي معتصم بالصمت أين موقف بكركي التاريخي وختاما تقرير التنمية البشرية 2014 التشغيل الكامل بدلا من التقشف ومن بعد الأخبار نختم جورتنا مع عنوان صحيفة الجمهورية وبعنوان الرئيس الجيش لن يسمح بالاستنزاف بعنوان أخرى إسرائيل سحبت قواتها من غزة قبل سيران هدنة 72 ساعة وختاما طهران تبحث عن بديل للمالكي وطبعا صورة رئيسية تابعت العنوان نفسه للجيش بعرسال وهيك منكم وصلنا إلى أول فاصل إعلاني بحلقتنا من بعده إليبي لقينا مع أخبار تأفية وفنية خليكن معنا